موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم حبايبي طلاب الصف الرابع يلا اليوم بدنا نأخذ الوحدة السابعة كتاب اللغة الإنجليزية الصف الرابع واحدة كثير سهلة وكثير بسيطة قبل ما ندخل الوحدة هاي بدنا نأخذ مراجعة سريعة للوحدة السادسة ليش نأخذ مراجعة سريعة للوحدة السادسة لأن الوحدة السادسة والسابعة والتامنة والتاسعة توقع منهم يكون الامتحان النهائي مع بعض طيب نأخذ مراجعة سريعة للوحدة السادسة ونستطلع أهم الكلمات اللي نذكرت فيها تذكروا معي يا حبايبي كان عنوانها on Sundays يعني على أيام الأحد أنا بعمل إيش بنعمل يلا بنعرف يعني ما المواد اللي نحن لدينا اليوم تنمية البدنية مع الرياضيات الدين Arabic عربي science اللي هي العلوم تمام؟ كل واحدة هذول نكون عارفين معناهم بإيه؟ بالإنجليزي وبالعربي هذا السؤال كثير مهم نازم نتعالوا نسألة what subjects do we have today؟ يعني ما المواد اللي نحن لدينا اليوم we have English يعني نحن لدينا إنجليزي تمام؟ تذكروا in maths بنحكي عن النمبرز عن الأرقام in science بنحكي عن الانيمالز والفلاورز والتريز يعني الحيوانات والأزهور والشجرات in English في الإنجليزي نحن نغني أغاني sing songs نغني أغاني in religion في الدين نتعوى حولينا الإسلام in Arabic في العربي نحن نقرأ قصص in PE we run and jump في الرياضي حبابي أو التلمية البلدنية نجري ومنق ومنقفز تمام؟ هذول حبابي املة املة لازم تكونوا يعارفينه شعني my favorite subject يعني مادية مفضلة نكون حاضرين أيام الأسبوع saturday sunday monday tuesday withnes day thursday و friday شعني friday الجمعة تمام؟ آه هاونا بيسأل لازم نعرف نحكيها هاي ما المواد اللي انت لديك في أيام الاثنين؟ بتقول I have science of religion أنا لدي العلوم والدين what's your favorite subject ما مادية تكون مفضلة my favorite subject is math يعني مادية المفضلة أي math اللي هي الرياضيات ايه تمام ايه تمام هذا هو كان الاشي المهم يا ابطال في الوحدة السابقة نعرف فضول وتنساش هذا الترتيب كمان مهم أيام الأسبوع و ايه والمواد طيب نتطلع هون يا حبابي على الوحدة السابعة at the restaurant شعني at the restaurant معناها في المطعم شو معنى الدرس في المطعم متطلع يا ابطال يا حلوين على السؤال الأول و خلينا نجابه مع بعض read اقرأ listen استمع and write اكتب اذا اقرأ استمع واكتب و نحط صحه و غلط شعني fork fork معناها شوكة شعني spoon ملعقة تمام شعني knife يعني ايه سكين شعني glass كأس شعني napkin مندي مندي منديل تمام ما في عندنا راديو نعرف اني اللي طلعت ولا ما طلعتش فسهمش spoon ملعقة knife سكين glass نابكن منديل هذول شمالهم حفظ و ايش و كتابه بنا نعرف نحفظ و نكتبهم هذول طيب تمام نروح على ايه على السؤال الثاني المترجم نروح على ملاحظ و جدك و جدك ملعقة ملعقة و اسمع و جدك من تحمل و اكتب و جدك نروح على جدك معناها اعذرني واحد بقول لك اعذرني يعني ممكن انا احظى بسكين يعني ممكن احظى بسكين يعني تعطيني سكينة لكن معناها رجان هذا كثير مهم شو يعني ملعقة شعني نايف سكين شعني نابكن منديل شعني فورك شوكة شعني جلاس معناها الزجاج زجاج بيث طلبت سكينة داد اسك نابكن والراديو هل برح بحكم لمنديل مام اسك فور افورك كيف شبيد المثال يعني ايه شوكة واليد اسك فور اغلاس شعني قلاس كاس تمام كاس بارم تمام 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 نكمل نناسب نناسب نحن اسمع و قل استمع و قل سي قل عذرا أو اعذرني ممكن أنا أحظى بقلم رجاء يعني نعم بالطبع يعني نعم بالطبع فكر وأكتب هم نفس الكلمات تكمن كلمة بدنا نحفظهم بيظلوا يعدوننا إياهم هم هم تمام يلا يا أبطال شاني think فكر and write اكتب يلا أول واحدة شو يسمها spoon شاني spoon ملعقة يعني نوصل هدي ملعقة ثانية شو بقولها fork فو fork يعني fork شوكة عيها الشوكة اي نحط هنا اي شيء بعديها napkin شعني napkin المهي b مندي منديل بعديها glass شعني glass يعني كأس هيو اي بعديها knife knife اللي هي ايه الشوكة اللي بنحطها مع C آسف knife معناها سكين أنا آسف عند جدا أنا آسف سكين شو معنى شوكة fork سكين بنحطها مع A مع C طيب تمام نكمل يا حبايبي على سؤال اثنين يلا يلا draw and write شعني draw or sum and write اكتب وسيقل glass شعني glass caps napkin معناها منديل spoon معناها ملعقة knife معناها سكين fork معناها شو شوكة لازم هذول نكتب وقيهم ولازم نعرف نرفوظهم ونكتبهم كمان كثير مهمات شو يعني could I have يعني ممكن أنا أحظى بإيش يعني ممكن أنا آخذ شو مثلا يا حبايبي هون شو محطوط منديل وسكين وملاقصة could I have A شو من نحط هون A إيش النابكن منديل تمام منديل وكمان إيش knife وسكينة و شو آخر إيش a spoon ومن العقل اللي بعدها could I have يعني ممكن أنا آخذ بشو fork اللي هي معناها شوكة knife معناها سكين and إيش آخر إيش glass يعني glass كأس could I have ممكن أنا أحظى تمام بإيش أبطال هيا هون بع بعض اللي هي النابكن fork and and a glass وكأس تمام فهمنا كيف ترتيبهم بالطريقة إيها يعني إذا بدهم يكون نقراب ع بعضك تحطهم بنفس الطريقة ما هي شيء يعني مهم بنفس ديش ما بتفهم طيب read listen and write اقرأ استمع وأكتب what would you like to eat ماذا أنت تحب أن تأكل I would like fish please أنا أحب السمك رجاء تمام كثير مهمات هذو الشيء عني منيو يعني قائمة الطعم food الطعم شو أنه طعم chicken دجاج أكتب عليها دجاج هاي meat لحم fish سمك rice أرز potatoes بطاطا salad السلطة carrots الجزر drinks المشروبات lemonade الليمونادة juice الأصير water الماء coffee القهوة tea الشاي listen and say استمع وقل choose and say اختر وقل what would you like to drink ماذا أنت تحب أن تشرب I would like lemonade please يعني أنا أحب الليمونادة رجاء هيك معناها يلا نشوف سؤال واحد آآ كثير مهم هذو يا حبابي تمام ما بهمني هاي الكلمات المتقاطعة بتهمني هذول تمام هذول بدنا نحفظهم مع بعض يلا طلعوا معي مع بعض يلا 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 بوتاي بوتاي بوتايتوز بطاطا هاي شو اسمها ليموني ليمونيد شعني ليمونيد الليمونادة هاي ماء شو بنقولها water شعني water ماء شو بعدي هاي اسمها رايس شعني رايس رز بعدي هاي ايش اسمها ميت شعني ميت لحم هاي تي شعني تي شاي هاي ايش اسمها ايه شعني carrots يعني جزر والبعدية اسمها ايه salad شعني salad صلا صلاطة صلاطة معناها ايه salad تمام كان فيه قهوة chicken دجاج بوتايتوس بطاطة ليمونيد ليمونادة water ماء رايس ارز ميت لحم تي شاي carrot جزر salad صلاطة تمام write in your copy book اكتب في دفترك تبع النسخ I would like chicken and rice يعني انا ارغب او انا احب تمام ان احضب بالدجاج والارز please رجاء and I would like lemonade please وانا ارغب او احب الليمونادة رجاء نطلع حبيبي على سؤال واحد نطلعوا معي هاي واضح بالطريقة هاي نقرأوا من الكتاب read listen nhoh hey you want to talk english like me your marks in english aren't good ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر